اعترف جيش الاحتلال الاسرائيلي بان جنوده قيدوا جريحا فلسطينيا على الغطاء الامامي لمركبة عسكرية خلال عملية في مدينة جينين بشمال الضفة الغربية المحتلة في انتهاك للقواعد العملية واكد مصدر طبي في مستشفى ابن سينة التخصصي في المدينة ان الشاب يدعى مجاهد فياب كان في حي الجابريات بمنطقة وادي برقين عند وقوع الحادث في السياق اكد الهلال الاحمر الفلسطيني ان فتى اصيب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة نبلس في الضفة الغربية